هناك حدود لهذا الدور ما على الوسيط إلا المحاولة لسان حال الدوحة وهي تصد الاتهامات عنها بالتقاعس في أداء وسطتها في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وهي أذلك تلوح بالتخلي عن هذا الدور إذ قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تعيد تقييم دورها كوسيط هذا الانزعاج القطري مرده تصريحات أمريكية فيها طعم التوبيخ مواقف في الكونغرس طالبت البيت الأبيض بإعادة تقييم علاقته مع قطر باعتبار أن الأخيرة لا تضغط بما يكفي على حماس نتنياهو هو الآخر والذي ظلل طويلا الدعم القطري السياسي والمالي لحماس انتقد وساطة الدوحة في غير مرة معتبرا أنها لا تولي مسألة المحتجزين ما يكفي من الأهمية ولطالما أدار القطريون علاقة تكاد تكون احتكارية مع حماس بدأ ذلك في عام 2006 حين حققت حماس فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتلقفت الدوحة الفرصة لنسج علاقة مع الحركة التي بدأ أن نفوذها سيتمدد في قطاع غزة لكن حماس اليوم حماسان تأخذ قطر تعاهدا من إسماعيل هنية هو نفسه لا يستطيع أن يمليه على يحيى السنوار تفقد الدوحة زمام حماس فتصفعها الملامات الأمريكية والإسرائيلية وبلغ الأمر أن طالب بلينكين الدوحة بطرد قادة حماس لديها ما لم يلين من شروط تفاوضهم ويبدو أن تركيا قد تحل محل الدور القطري أردغان تطوع منذ الأيام الأولى للحرب بلعب دور الوساطة والحال أن لديه أوراق ضغط يبني عليها علاقة جيدة مع حماس ومتشابكة مع إسرائيل وخلال زيارته الحالية إلى قطر قالها كان فيدان وزير الخارجية التركي إن دولا غربية ترغب بإحياء حل الدولتين ثم عرج على تخوف هذه الدول من حماس لكنها تقبل بها حزبا سياسيا منزوع السلاح وفق ما أفاد فيدان كما أنه أشار لقابول حماس به في ترجيح بأن أنقرة ستتكفل بهذا العبور الدوحة تلوح بالانكفاء وتتقدم أنقرة للمبادرة فهل نرى ملف حماس قريبا في الحقيبة التركية؟